موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويهلا مرحبا فيكم في برنامج خليج العرب طوال السنوات الأربع الماضية قدم لكم البرنامج الزميل علي السند وقد أجاد وبدءا من هذه الحلقة سأقدم أنا محدثكم داهم القهطاني البرنامج فللزميل علي السند الشكر والتقدير والتمنيات بالتوفيق وأدعو الله أن يوفق في هذه المهمة في موضوع الحلقة أخيرا بدأ العد التنازلي لبدء بطولة كأس العالم لكرة القدم الدوحة 2022 وأصبحنا على بعد أقل من سنة واحدة على تنظيم الحدث العالمي الأبرز في دوحة العرب يا لها من لحظة ويا له من حلم جميل يتحقق واليوم نشهد جميعا تنظيم بطولة كأس العرب العاشرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي يشارك فيها 16 منتخبا عربيا من بينها 10 منتخبات آسيوية و 6 منتخبات أفريقية ليجتمع أكبر عدد من المنتخبات في نسخة واحدة تعتبر أيضا امتحانا لقدرات دولة قطر ولجهوزية منشآتها الرياضية وبنيتها التحتية لاحتضان الحدث الرياضي الأكبر كيف استطاعت دولة قطر رفع تحدي تنظيم كأس العالم في مهلة قصيرة و كيف ستساهم هذه الفعالية في تسويق صورة قطر الإيجابية في هذا الحلقة سنستضيف المتحدث الرسمي باسم لجنة اللعنية مشاريع والأرث سيد خالد النعمة حياك الله الله يحييك سيد بالتواجد معكم و نستضيف رئيس تحرير مجلة السادة الدوحة الأستاذ العزيز ماجد الخليفي يا أهلا وسهلا الله يحييك و هلنا من مطابعينك دائما سهلا الله يحييك يا أهلا وسهلا قبل البدء نتابع أجواء كأس العرب و ردود الفعل حول التنظيم في هذا التغرير الآتي من هذا البيت وحدت الدوحة القطر العربي وجمعت بأنشيده الوطنية و منتخباته الرياضية تعود البطولة العربية في نسختها العاشرة بعد غياب لتسع سنوات تحتضنها قطر و ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة في تاريخها ستة عشر منتخبا عربيا من القارتين الأسيوية والإفريقية يتنافسون على هذه الكأس الذهبية المزخرف بروح و ثقافة عربيتين سيظفر بها منتخب واحد فقط في المباراة النهائية التي يتزامن موعدها مع العيد الوطني القطري الثامن عشر من ديسمبر تقدم الدوحة نسخة عربية مصغرة لحدث أكبر تستقبله بعد أقل من عام إنه مونديال 2022 يتوافد هؤلاء على قطر و على ملاعبها ليشاهدوا ما قبل حرم كأس العالم لكرة القدم على أرض عربية لأول مرة ناس أنه أول دولة في العالم دولة عربية يصير فيها كأس العالم فهذا الشي كنا مشوقين و كنا نبي بس يجي هذا اليوم عشان كأس العالم أحلى حدث رح يصير في يعني في التاريخ لأنه كون أنه دولة عربية اليوم احنا نقول بداية الانطلاق للمنديال بإذن الله تعالى بعد سنة من الآن 2022 فاليوم بإذن الله الانطلاق الحقيقي للمنديال لأول مرة أيضا يجهز بلد بنيته التحتية الرياضية قبل الموعد المحدد هدف ثاني تسجله قطر في مرمى التحديات كل الملاعب خلصت قبل البطولة قبل كأس العالم بسنة والملاعب قريبة من بعض بحيث أن الواحد يقدر يحضر انباراة ويروح على الانباراة الثانية في ملعب ثاني تقلب الدوحة المعادلة مع تداعيات جائحة كورونا ومتحوراتها لتكون على أهبة الاستعداد ببنية تحتية متكاملة تدعم بذلك اقتصادها وتفتح له الآفاق في وقت تشدد فيه بعض الدول إجراءاتها تحسبا لأي ظرف صحي طار حياكم الله من جديد سيد خالد من قلب الحدث كأس العرب انطلقت الفعاليات من أسبوع نبيكم تصفون الأجواء العامة خصوص أنها نسخة مصغرة من كأس العالم 2022 هل كانت توقعاتكم اللي انتم بنتوا عليها الخطط كانت مقاربة لما تسير عليها الأمور حاليا أولا نسمح لي أخوي داهم أن نجدد شكري لكم على هذه الاستضافة وهذه المساحة التي نتحدث فيها عن الحدث التجريبي الأبرز في طريق استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 كما تفضلت بطولة كأس العرب تعتبر تقريبا نصف بطولة كأس عالم أولا ما يساعد في هذه النسخة مشاركة 16 منتخبا من الأشقاء العرب هذه البطولة تحل محل بطولة كأس القارات في النسخ السابقة كأس القارات كانت تستضيف 8 منتخبات طبعا زيادة عدد المنتخبات يعني بالضرورة زيادة العمليات التشغيلية للبطولة وزيادة وطيرة الجهوزية والاستعداد لذلك تنظيم مثل هذه البطولة باستخدام 6 منشآت رئيسية من منشآت بطولة كأس العالم وعني هنا تحديدا الاستعدادات علاوة على منشآت التدريب الخاصة بالبطولة أيضا الاختبار المكثف لشبكة النقل العامة وللبنية التحتية الخدمية بشكل عام في دولة قطر كل هذه الأمور تساعدنا على قياس أولا خططنا وقياس جهازية الدولة ككل وليس فقط اللجنة علياة المشاريع والأرض وليس هناك أفضل من يشاركنا هذه الجهوزية وهذه الاستعدادات من الأشقاء العرب فلذلك نحن سعداء أولا باستضافة الجميع في دوحة الجميع وسعداء بعودة هذه البطولة كتجربة لدولة قطر قبل استضافة العالم في 2022 نعم سيد ماجد شلي تغير في بطولة كأس العرب يعني بعد أن كانت تعقد يعني من دون تنظيم الفيفا هل تغير شيء هل اتخذت طابع يعني أكثر حماسة نعم بعد اعتراف الفيفا لها صارت أكثر تنظيم أكثر نظام ولها لوائح ورقليشن منظمة تابعة للفيفا سواء الأمور الفنية أو الأمور الإدارية من ناحية التنظيم لذلك الكل مهتم في هذه البطولة المنتخبات العربية صحيح بعض المنتخبات العربية جاءت ببعض اللاعبين المحليين لأن بعض محترفينهم في الخارج في الدوريات أوروبية لا تسمح لهم باللهي لكن مع ذلك ظهرت المنتخبات بشكل قوي مصر والجزاء والمغرب أن أقصد تحديدا اللي هم من شمال عرب أفريقيا إذا جاءت استعبير لكن البطولة حقيقة لها طابع علامي كبير الأهم من الشكل ما تكلم أخي خالد النواحي الإدارية والتنظيمية والتشغيلية للبطولة وأعتقد البطولة نجحت من أول يوم من اليوم الافتتاح طيب كابتن أنت كلاعب سابق لما تشاركون في منشآت تكون حديثة وعلى أحد الثراز ومنشآت تقام فيها كاس العالم بعد سنة هل تعتقد أن هذا هو اللي يرفع مستوى البطولة إلى الآن؟ بلا شك أنا أطلع في برنامج الكاس ومعاي لعبا سابقين من ضمنهم بشار عبد الله وأكثر من لاعب عبدالزي العنبري يتمنون أن على أيامهم حصلوا هذه المنشآت اللي لا مثيل لها على مستوى العالم وفعلا أنا صادق أنه لا لها مثيل على مستوى العالم زرنا كل منشآت والاستاذات في العالم هذه غير مسبوغة ملاعبنا ست ملاعب الآن المخصصة من ثمان ملاعب مخصصة لكاس العالم ملاعب فخمة من ناحية الأرضية والعشو أو من ناحية المدرجات وغرف الملابس والتجهيزات والمواصلات ومن وإلى الملاعب ففعلا اللاعبين أنا أعتقد محظوظين أنهم سبقوا أيضا المتاهلين لكاس العالم 20-20 أنهم لعبوا هم ضربت البداية إذا جزتا يعني كلاعب لما تشعر أن هالمكان هذا رايح يلعب في ميسي ورونالدو يعني نجو من الأساطير يعني راح يتغيث وفخامة الملعب أيضا نعم السيد خالد يعني السؤال الأبرز يعني منذ ظهور جائحة كورونا يعني إحنا حطينا يدنا على قلبنا قلنا الله يسترع على فطوة الكاس العالم في قطر يعني لا يصير تأجيل مثل لهم بلاد اليابان وغيرها شون التعاملهم مع يعني يعني كورونا وللا الحمد مع أن الأمور خفت شوي أولا طبيعة الحال نتعامل معها بكل جدية الجميع يعلم أن هذه الجائحة جاءت من حيث لم يحتسب العالم فلذلك في بداية المطاف كان هناك ترقب كثير لكن بالنسبة لنا كمنظمين لبطولة كأس العالم أخذناها سيناريو آخر يضاف للاستعداداتنا في طريق بطولة كأس العالم لذلك تم استضافة عدد من البطولات الدولية ليس فقط في كرة القدم هنا في دولة قطر بل أن دولة قطر كانت ترقى التي عادت إليها الكرة الآسيوية من خلال استضافة دوري أبطال آسيا في عز يعني أزمة كورونا بشقيه الغربي والشرقي أيضا كأس العالم الأندية والذي يندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي لذلك تنظيم مثل هذه الأحداث إبان أزمة كورونا أضاف إلينا استعداد آخر لا يعني ذلك بالضرورة أن سيتم اعتماد مثل هذه الأنظمة في بطولة كأس العالم ما زال يفصلنا عام بطبيعة الحال نترقى تطور الأمور خاصة مع ازدياد نسب التطعيم حول العالم فلذلك ننسق بشكل شبه يومي حقيقة مع السلطة الصحية هنا في دولة قطر وأيضا زملاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم تجدوا مصاعف التحكم في المجاميع يعني المجاميع الضخمة من الصعب التحكم فيها في المساء اللي تعلق في التدابير يعني هل عندكم أسلوب معين أو خطط معين جربتوها يعني وأحكمت الأمر بطبيعة الحال المقيمين أعتقد في دولة قطر شاهدوا عديد السيناريوهات التي تندرج تحت التحكم بالحشود الجماهيرية منها على سبيل المثال بعض التحويلات المرورية وبعض الإغلاقات التي نفذت على أكثر من مرحلة تزريبية في دولة قطر علاوة على ذلك لدينا نظام بطاقة هيئة بطاقة المشجع التي تسمح أولا للقادم إلى دولة قطر بالولوج إلى الدولة بدون الحاجة إلى تأشير سياحية وأيضا تسمح له الدخول في الملاعب بالتنسيق مع كافة الشركاء في دولة قطر لا سيما قطاع القطاع الأمني والمرور وحركة المرور وأيضا قطاع المواصلات العامة هناك تنسيق دائم على مسألة التحكم بحركة الحشود سيد ماجد أنت بصفتك ناقد وحتم الجماهير ويمكن هناك ناقد معينة وملاحظات يتلقىها الأستاذ خالب بشكل مباشر شنو لاحظت الأشياء التي أود أنها تصير في الملاعب يعني في البطولة التي قيمت البطولة الأندية والأندية العالم والبطولة الحالية والله حتى اللحظة حقيقة ما في أي سلبية أو زاوية ننتقد منها حقيقة يعني لجنة الأرث 20-22 قامت بأفضل المعايير للنجاح هذه البطولة سواء من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الفنية على صعيد الأمور الفنية نجد أننا تقريبا اليوم أنهينا الجولة الثانية لكل الفرق أو الأربع مجموعات بنجاح تام برضاء كل الفرق لا يوجد مشاكل تحكيمية أو مشاكل تنظيمية داخل الملعب أيضا على الجانب الإداري لجنة الأرث والمشاريع مع المنظمين بالتعاون مع الفيفا الأمور تسير على نفس النسق المطلوب لا يوجد ملاحظات لا حتى اللحظة لا يوجد ملاحظات وإن شاء الله تكون في كل ملاحظات الجابية طبعا لكن ماذا عن حضور الجماهيري؟ مرضي؟ حضور الجماهيري مرضي حتى في المباريات اللي ما فيها تنافس قوي؟ نعم يعني أمس على سبيل المثال لعبوا سوريا ويتونس كان الملعب تقريبا مليان وخاصة نحن نعلم أن قطر لديها جاليات عربية شغيقة كثر خاصة من تونس وسوريا فكان الملعب جيد مباراة الافتتاح نشاهد تقريبا 60 ألف تقريبا إلا غليل موجود في الملعب في مباراة منتخب غطر مع أمان أيضا في جمهور كثير وصل حوالي تقريبا إلى 30 ألف متفرج مباراة الأردن والسعودية أنا حضرتها وأعتقد أن الحضور أيضا كان مرضي من الطرفين من الجماهير السعودية الشقيقة وأيضا الجمهور الأردني الشقيق فالجمهور الجيد يعني لا تنسى أيضا البطولة في ظل الاحترازات الكورونا فممكن البعض استصعب للسفر لكن حقيقة لما يأتي المسافر أو المشجع تحديدا يجد كل الأمور فيها تسهيلات طيب بالنسبة لتعاملكم مع الفيفا الفيفا هو ليش رفع البطولة الآن لكم ملاحظات لأن البعض يشتكي من طريقة تسجيل البطاقة أنها تأخذ وقت طويل أنها ما هي سهلة لها الدرجة ملاحظاتكم هو أخوي داهم لنتفق على مسألة أن النظام بشكل عام جديد على المنطقة نظام أولا شراء التذاكر نظام التسجيل في قنوات الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا نظام بطاقة هيئة أو بطاقة المشجع في دولة قطر بدأنا نحن مبكرا من نهائي كأس مول الأمير في تطبيق مثل هذا النظام حتى يعتاد الطرفين عليه أولا نحن كمنظمين وأيضا السادة الجماهير نعي تماما صعوبة التأقلم مع هذه في البداية لكن أعتقد بمجرد ما يدخل الشخص إلى هذه العملية يعني هي مسألة تعود لا أكثر نعتقد أن لدينا قدر كافي من الثقة بأن هذا الأمر إن شاء الله سيزول بالممارسة وبالتجربة وسيكون إن شاء الله نظام الجميع يرتاح إليه في كأس العالم بإذن الله مشاهدين تلعب البطولة بطولة كأس العرب في ست ملاعب منديالية بينها أربع افتتحت واحتضنت مباريات قبل هذه البطولة في حنتي تم تدشي ملعب رأس أبو عبود وأستاذ البيت بمدينة الخور شمالا خلال هذه البطولة نتابع هذا العرض للملاعب المنديالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أستاذ خالد طبعا نحن قلنا أستاذ راسبو عبود وحتى مكتوب بالإنفاقراف أنه هو 9-7-4 التغيير هذا اللي يصار بشكل سريع السبب أولا هذه ليست الحالة الأولى في تغيير مسمى ملعب من فترة المشروع عمره أثناء الإنشاء إلى التشين الأسباب عديدة منها أسباب تجارية ومنها أسباب ترويجية وأيضا منها أسباب إبداعية وهي الحالة في أستاذ 9-7-4 9-7-4 يرمز إلى فتح الخط الدولي لدولة قطر وأيضا هو عدد حويات الشحن المستخدمة في بناء هذا الملعب وأيضا المنطقة التي أنشأ فيها هذا الملعب هي منطقة ديناميكية في تفاعل دولة قطر مع العالم منذ التاريخ سواء عبر البحار أو أيضا عبر مطار رحمة الدولي وميناء الدوحة القديم فلذلك 9-7-4 رمزيتها في تواصل قطر مع العالم ذهابا وإيابا نعم كابتن ماجد الخلايفي أنت كنت على الطلع أكيد في الحملة الشرسة التي شنتها بعض الصحف الأوروبية ومضمنها الصحف البريطانية لما أعلن عن تنظيم قطر لكأس العالم وطرحوا تخوفات عديدة الآن من خلال رصدك للتقارير الدولية عن كأس العالم هل ترصد ترحيب وإيجابية بعكس الصورة القديمة التي كانت في البداية من بعض الصحف البريطانية يعني بخصوص الحملة هي بدأت من 2010 عندما تم إسناد البطولة لغطر وحقيقة نقول هذا شيء متوقع كل الدول المنظمة السابقة لكأس العالم تعرضت لحملة شرسة طبعا لأن المنافسين لم يقبلوا الدولة الآخرى تستطيع خاصة أننا دخلنا مع أمريكا وإستراليا وكوريا واليابان والكل كان يتوقع أنه ممكن أن تروح البطولة لأمريكا تحديدا للولايات المتحدة لكننا حصلنا على 14 صورة مغابر 8 فرق شاسع لذلك بدأت الحملة الشرسة بريطانيين ما زعلهم بريطانيين ما تقبلوا معناهم طالبين 2018 وخسروا أمام روسيا وخسروا أمام روسيا لكن حقا نحن متوقعين وردينا على البعض ولجنة الأرث والمشاريع ردت على كثير وصلت بيانات أيضا تندد في مواقف القيرة إذا جاءت تعبير والحسن واستصغار الدولة العربية الدولة الخليجية خطر لكن هذا متوقع البعض أطلق أن قطس تضيف بطولة في الصيف والآن تغيرت البطولة إلى الشتاء دولة دولة تقع في الشرق الأوسط غير مستقرة أمنيا الآن تضح العكس ذلك الكلام دائما نحن نثبت العكس ولذلك لا يهمنا بعض الإعلام نسميحنا الإعلام الأصغر طيب بالنسبة هل يخلق هذا تحدي عندكم كان أبطاد أنكم تنبهون اللاعبين العرب سواء اللاعبين متخواطر أن البطولة هي رياضية لكن فيها تحدي ثقافي تعلقيني بوجود الأمور العربية وأنها تقدم صورة مبهرة للعالم ليس فقط كما يروج الإعلام أننا أهل إرهاب وتطرف هل توجهنا هالشيء هذا؟ نعم من بداية 2010 سمو الأمير الوالد وثم سمو الأمير ذكر أن البطولة عربية عربية وليست بطولة قطرية لذلك الآن العرب متحدين نحصل دعم أيضا عربي وتأييد عربي لدولة قطر يكفي أن الافتتاح شفنا فيه البعد التاريخي والبعد العروبي إذا جاز التعبير يعني أعتقد هذا الافتتاح لن ينسى العرب جميعا لأن كل الافتتاحات التي صارت في كل البطولات السابقة عبارة عن أكربات وسيرك وحركات لكن هذا فيه قصة تاريخ العرب صحيح تابعنا سمو الأمير لما أطلق الافتتاح قال أهلا بكم في دوحة العرب وكانت يعني عبارة بالفعل لمسة قلوب المواطنين العرب أينما كانوا سيد خالد بالنسبة للتصميم المبهر اللي صار في الأستاذ يعني هذا التصميم يعني شيني مسارات أول شي وهل كان فيه جزء من الرد على الحملة مشككة نحن شاهدنا بيت شعر فهذه رسالة أن البيت شعر للبعض يعيرنا فيها ويقولي أنه مصدر خجل وشيء أنه مصدر عزلنا ليس فقط ذلك خوداهم بل أن البيت الشعر كان محل ترحيب العربي بالغريب فلذلك هناك إشارة رمزية قوية ليس فقط في بطوة كأس العالم وإنما أيضا اختيار أستاذ البيت لأن يستضيف افتتاح بطوة كأس العالم أيضا أستاذ البيت من ناحية هندسية مبني على ما نسميه في الخليج حزم أو منطقة مرتفعة نوعا ما لأن العربي تاريخيا كان يبني أو ينصب هذه القيام في منطقة مرتفعة حتى يلجأ إليها الغريب من خلال شبة الضو اللي نسميها في الخليج أو الشعل النارية فلذلك هذه المسألة متكررة في بقية الملاعب لكل ملعب حكاية تحكي جزء من تاريخنا من موروثنا سواء أستاذ البيت أو أستاذ الثمام المستلهم من الطاقية أو القحفية كما نطلق عليه في دولة قطر أستاذ الجنوب المستلهم من البحر الأستاذات اليوم ما عادت فقط منشآت رياضية بل أصبحت مزارات فلذلك نطمح أن تعكس هذه الأستاذات الثمانية تاريخنا العريق وأرثنا الثقافي في أشهر جوائز في التصميم جوائز عالمية وشي مهل قبيل أعتقد في بعض الملاعب لا يحضرين لكن هناك جوائز عديدة لجميع الملاعب في مستوى الاستدامة أستاذ الثمامة تحديدا فاز بجوائز في التصميم أستاذ البيت كذلك والمدينة التعليمية والمدينة التعليمية أعتقد حاز على فئة خمس نجوم في الاستدامة لا وفيه سمعنا أنه فيه أستاذ فك وتركيب يعني بعد بطولة كاس العالم رح يتم فكه وتركيبه في منطقة أخرى نعم أستاذ تسعة سبعة أربعة أول أستاذ في تاريخ بطولات كاس العالم مصمم بقابلية الفك بالكامل لذلك هذا الخيار مطروح لو أردنا فك الملعب بالكامل بعد البطولة هذا ممكن شيء موبر سراحة كابتن ماجد الآن نحن نتكلم عن اللاعبين الكبار يعني هل رصدته يعني حماس من اللاعبين الكبار خصوصا أنه يعني كثير من النقاد يقول أن هذه البطولة ستشهد صراع غير عادي بين رونالدو وميسي على أرض الدوحة هل رصدته شيء من اللي يسمونها بهارات كاس العالم اللي تسبق كل سنة وتعطي ميزة أو صفة لكل كاس عالم نعم تقيية البطولة الشفتنج اللي صار من الصيف للشتاء حصل على قبول قبول كبير من المدربين الفنيين واللاعبين لأن نعلم نحن البطولة السابق في كاس العالم سأتي في في شهر جولاي وأوغست قد اللاعبين اللي يقيا وبدنيا منهكين تماما في نهاية الموسم لكن هذه البطولة ستأتي في بداية الموسم لذلك المدربين سعداء أن البطولة في بداية الموسم لأن اللاعبين بيكونون في قمة الفورم البدنية لهم فهذا شيء إيجابي لذلك متوقع أن البطولة ستكون فنيا على الصعيد الفني من أفضل البطولات لأن اللاعبين في جاهزيتهم الفنية ممتاز هذا لصالح دولة قطر وللبطولة في حد ذاتها ممتاز سيد خالد يليت تعطينا يعني مثل ما يقولون بالقناة سيميليش أو الشيء تخيل ليلة الافتتاح شنو الأوضاع راح تكون عليه في مدينة الدوحة عطت يعني كخيال الآن أولا في مدينة الدوحة ستكون أهدأ من الليلة الافتاح ستكون في مدينة الخور بحول الله في استاد البيت بطبيعة الحال ما نشاهده اليوم من أجواء في بطولة كأس العالم تعطينا لمحات ونفحات لما سيشهده العالم في بطولة كأس العالم لكن أنا أعتقد أن أجمل ما سيكون في تلك الليلة تسليط الضوء بشكل كامل على مستوى الكوكب على الثقافة العربية أعتقد أن البطولة ستكون فرصة لأن نتحكم نحن في سرديتنا للمرة يعني أحد المرات القليلة الجميع يعلم الصور النمطية التي للأسف يؤثر فيها أولا العربي وتؤثر فيها المنطقة فلذلك أعتقد أنها ستكون انتصار استراتيجي كبير للثقافة العربية وللمنطقة في إبراز جوانبها المشرقة ابتداء من ليلة الواحد والعشرين من نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 كابتن ماجد ربما لا يعلم كثير أن علاقة قطر في كأس العالم قديمة قطر سبق أنها فازت بالمركز الثاني في كأس العالم للشباب سنة 1981 كان حدث كبير في حينه هل السيدات منتخب قطر لهذا العام ستكون مميزة أتمنى ذلك حقا هناك خطة استراتيجية فنية للمنطقة بدأت من ثلاث سنوات لذلك شاهدنا منتخب قطر أعد في كوبا أمريكا أمريكا الجنوبية وأعد في كونكا كاف وأيضا نعد في أوروبا في التصفية الأوروبية وهذه يعني حقا إعدادات غير مسبوقة على مستوى العالم أن دولة قارية تشارك في أكثر من قارة أمريكا الجنوبية وأوروبا وأنا أعتقد الإعداد جيد وأحد المحطات الإعدادية كأس العرب وهناك أيضا بعد كأس العرب في خطة لإعداد 2020 نعم انتمل التفقيق لكل المنتخبات العربية مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة نشكر السيد خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا المشاريع والأرث والأستاذ ماجد الخليفي رئيس تحرير جريدة أستاذ الدوحة نشكركم الحضور مشاهدينا نلتقي فيكم الأسبوع المقبل ثمان الله ترجمة نانسي قنقر